ده يخليني أفكر مع حضرتك بصوت عالي قبل ما أخش بيك على مسألة استمرار الاحتلال في تعميق العمليات تعالوا نفكر مع بعض بصوت عالي ونقدر يعني إذا حبيته إن إحنا نرجع ل لكلام ألوم مفكرين كتير جدا وأنا أتعمد أن أنا أستخدم لقب مفكرين أكتر منهم سياسيين أو أسدد علوم سياسيين إسرائيل عايزة إيه وأنا بقول لك إسرائيل بقى ولا أقول لك الكلمة الصهيون بقى إسرائيل عايزة إيه تبقى للمجتمع الدولي فيه دولة اسمها إسرائيل بس لازم المجتمع الدولي يواجه نفسه ويواجه دولة الاحتلال دي بقى السيناريوهات الأربعة اللي مطروحة قدام إسرائيل وعلى إسرائيل أن تختار وغالبا إسرائيل اختارت طيب السيناريو الأول أنا عندي كام واحد عايشين على فلسطين التاريخية الكاملة عندي ما يقترب من 15 مليون نسمة 15 مليون نسمة دول مأسومين نصيا تقريبا 50% 50% أنا بقول لك تقريبا نصهم فلسطينيين ونصهم ما يطلق عليه إسرائيليين خد بالك إنه في جانب يسير وقليل من من يحمل الجنسات الإسرائيلية هم أهلين من عرب 48 الذين يحملون هذه الوثيقة أو هذا الجواز أو هذه الجنسية ومضطرين بالمناسبة يعني عشان برضو ما تظلمهمش مهم فأنا عندي على هذه الأرض على رأيي محمود درويش عايش تقريبا ما يقترب من 15 مليون نسمة نصهم فلسطينيين نصهم إسرائيليين طيب يبقى السيناريو الأول إنه إسرائيل تقرر أن تصبح مثالا للديمقراطية وكما يحب الأمريكان والغرب أن يصفوها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة الموجودة في المنطقة وده كذب وعار من الصحة يعني وإنه يقولوا والله إحنا هنعمل دولة واحدة يتساوى فيها الجميع أمام الدستور والقانون وكل شيء فرص العمل الصحة خلاص هي دولة اللي هو حل الدولة الواحدة التي تجمع الإسلام بس بتواجه إسرائيل هنا تحديات ما أول تحدي إنه إسرائيل أصلا مش دولة ديمقراطية ولا حاجة لأنه بمنطقة البساطة لو أنت جيت بسيط حتى على قوام ما يطلق عليه المجتمع الإسرائيلي هتلاقي مجتمع متشرزم وطبقي يعني الأشكناز يحتلوا المرتبة الأولى فتجد دائما إنه الحكام من الأشكناز القادة من الأشكناز إلى آخره بعد كده ممكن يبقى فيه شوية سافرديم ممكن بعد كده تلاقي شوية أفرق ممكن بعد كده تلاقي مش في الحكم أنا بكلمك هنا على الحقوق من يستطيع أن يتمتع بالحقوق أن يتمتع بكونه مواطنا داخل دولة بتعتبر أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة بل وهي نموذج أمام العالم نمر واحد الأشكناز دولة درجة أولى درجة تانية هيجي السافرديم درجة تالتة هتلاقي اليهود لا اليهود اللاتينيين وبعد كده اليهود الأفرقى وبعد كده اليهود الفلاشة من إثيوبيا بالتحديد وكل سنة وانت طيب بهذا التدرج صبرا بس بهذا التدرج بهذا التدرج ده المجتمع الداخلي بتاع ما يطلق عليه إسرائيل طيب إذا كانوا مش عارفين أصلا يرسوا ديمقراطية حقيقية ولا حقوق وواجبات حقيقية يعني حق المواطن الحقيقي غير موجود في إسرائيل نهينا طبعا عن العربي اللي للأسف مضطر أنه كان يحمل هذا الجواز جواز السفر أو هذه الجنسية ده بقى في الآخر خالص يعني ده اللي هو بالمصر كده يقولك محطوطة عليه طول الوقت فما بالك أنك تيجي تقوله طب الدولة الوحدة فده بالنسبة لإسرائيل القيامة تقوم أسهل أدي السيناريو الأول السيناريو التاني اللي هو إيه نعمل حل الدولتين مصر بتتكلم على حل الدولتين مصر نجحت في أنها تروج لمسألة ضرورة إيجاد مائدة مفاوضات حقيقية عادلة نقدر نوصل بها لتسويات عادلة فنوصل بها لحل الدولتين بس بين يمين نتنياهو ده بحكمته دي بالمناسبة وحتى يمين الوسط مش مع حل الدولتين أزيدك من الشعر بيت ولا اليسار الإسرائيلي مع حل الدولتين مصر بتجاهد أنا قلت لك برح مصر عاملة زي سيزيف بيزق الصخرة أو زي القديس إثناسيوس يقف وحده أمام العالم لوحدها على بلاطة لوحدها في دول بتساعد كل واحد بيساعد باللي يقدر عليه وفي دول تقدر على أكتر من كده وما بتساعدش أنا بكلمك هنا على العالم مصر لوحدها بس الوضع الحالي سياسيا في إسرائيل مش قابل الفكرة دي ولا عاوز يروح ناحيتها طيب إيه السيناريو الثالث أبرتايد فصل عنصري طيب ما إحنا بدأناها من بادر يوم مش كنا عاملين الجدار وعملين سياسات فصل عنصري وبيستخدموا سياسات أبرتايد وما إلى ذلك إسرائيل دلوقتي هي بتزق على السيناريو الرابع اللي ما هواش أبرتايد هو التطهير العرقي الكامل امسح للفلسطينيين من على وش الأرض أنا مش عايز يعني فصل عنصري وسياسات أبرتايد ده إحنا بدأناها بقالنا سنين يا راجل أيو يعني أنت عايز دلوقتي امسح أستيكا أستيكا مين رش على الورقة كلور مفيش خد بالك من المصطلحات المستخدمة تيجي مثلا تقوله الضفة الغربية يقولك يهودة والسامرة في إسرائيل بس لا ده روند سانتس لو كان من المتوقع أن يكون مرشحا للحزب الديمقرائي للحزب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية فمؤتمر ما عمل كده من حوالي سنة صحفي بيقوله ماذا عن القضية الفلسطينية قاله أي قضية قاله القضية الفلسطينية كان قبل 7 أكتوبر قاله القضية الفلسطينية والصراع ومش الصراع وما يحدث والحكومة في رمالة والضفة الغربية قاله لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية اسمها يهودة والسامرة أنا لا أعرف شيء اسمه الضفة الغربية ده كان ممكن ومن الوارد بعدين حتى لو تولل ترامب بقى هو الرئيس الأربع سين اللي جايين روند سانتوس ده وارد جدا أنه هو ييجي وارد جدا وحظوظه عالية يعني صور برلماني وهو حاكم فلوريدا وهو صاحب حظوة والصهاينة يحبوه واللوبي اليهودي يعزو يعني ده إيه حتة قلب إيه الصهاينة من جوه هو ده متعلم كويس وبتاقي حاجة عظمة يعني مهم دلوقتي سيناريو المسح ده اللي عزاء إسرائيل ده اللي عزاء إسرائيل ولما تيجي تشوف اللي بيحصل في غزة ده اللي عزاء إسرائيل ولما تيجي تشوف الأداء بتاع المستوطنين اللي حطين مستوطناتهم في قلب الضفة وإنه ياخدوا تصريح بحمل السلاح تدهلهم حكومة اليمين المتطرف عيانا بيانا قدام العالم ويخشوا بيها على الفلسطينين يقتلوهم في البيوت وحتى في المخيمات تخيل عيش في مخيمات على أرضي ده إيه البجاحة دي وإيه الهوان ده وإحنا بنشوف كل هذه المشاهد فطبيعي أنك تشوف هذا الاحتلال الغاشم وهو يعمق العمليات العسكرية هو شغال شغال دلوقتي على شمال مدينة رفح طيب سؤال يوسف أنت بتقول أنه وحتى حكومة يمين الوسط مش هتعمل حاجة آه هتيجي تقول لي طيب بس أديك شايفه هو ما هو مثلا من جانس قدم استقالته والراجل وفى بالكلام اللي هدد بنا تانياهو صح هل ده معناه أنه يحصل تصدع لحكومتنا يا بنيمين نتانياهو أولا لا ترجمة نانسي قنقر